عثر علماء آثار بحرية على حطام سفينتين حربيتين تعودان إلى القرن السابع عشر تحت الأعماق في أرخبيل يقع بالقرب من العاصمة السويدية ستوك هولم هذا الأسبوع إحدى السفينتين يعتقد أنها ذات تصميم مشابه للسفينة الحربية السويدية الشهيرة فاسا وعثر عليها في مضيق بالقرب من فاكس هولم عالم الآثار البحرية جيم هانسون الذي عثر على السفينة الغارقة قال إن الغواصين عثروا على الحطام في منطقة تعرف بأنها تحتوي على العديد من حطام السفن كان لدينا بعض الدلائل خاصة من السجلات القديمة على أنه سيكون هناك حطام جرى إغراقه عن عمد في هذا المضيق وهناك شبهات في وجود صلاة بين تلك السفينة والسفينة فاسا وأضاف هانسون أن فريق الباحثين أخذ بالفعل عينات من السفينة ويأمل أن تقدم تلك العينات المزيد من الأدلة حول حقيقتها ويأمل أن أشعر أن يكون على الأحياب وأعرف إنه لا يوجد أندي القيام بإغراقه أمي ميقما أمي 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 اشتركوا في القناة